موسيقى 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 مشاهدينا بهاليوم الاول من السنة الجديدة بصرنا انو نستضيف ببداية برنامج على الموعد لليوم اعلامية كتير منعرفة وكتير منحبة وكتير اشخاص عنجد بس يكونوا رايحين على شغلون على مدرسون وعيين من الصبح اول شي بيسمعوا على صوت الغد دانيال كزح معنا دانيال ويسعد صباحك وصباحكم انتو كمان وان شاء الله يا رب ما بقى نسترجى نقول عام سعيد وينعد عليكم لوحدة ان شاء الله عام سعيد مليء اول شي بالاستقرار ومليء بالحقوق اللي نحنا بدنا اياها ومليء كمان براحة البالي اللي اللي اللبناني عم بيفتش عنا يا رب الالفين وعشرين تكون خير على الجميع دانيال هلأ بتعرفي اخر نهفت اذا واحد قلت له ينعاد عليك بيزعل مني لانه مش مفروض تنعاد انه تنعاد علينا هايدي السنة الجديدة غير غير بي اشياء عنجد فعلا كليا مغيرة عني اللي شهدنا بنهاية السنة الماضية نحنا ناطرين كتير اشياء حلوة اللبنانية موعدين فيها اللبناني يلي ولا يوم عنجد رغم كل 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 الصعوبات إلا ما ضل متفائل واللي منه متفائل بيسمع دانيال وهيدا السؤال يلي ديم انا بحب اتره عليك كيف ادرى من الصبح تكوني هالقد ادرى طاعتها الطاقة الإيجابية على الجميع وانا بحكي عن تجربة خاصة انا ملقى اشخاص بس دور الراديو واسمها ع دانيال عنجد بحس انه الدنيا بقى الف خير خيح حمد الله ليكي بدي اقلك شي انا مش بس الصباح هيك يعني مسلا كتير بيقولولي كيف فيك تواعي الصباح هيك انا هيك كل شي انا واعي يعني ما بحرك من عند رب نعم عنجد نعمة من الله هلا كيف هال الايجابية بتكون كتير بسيطة يعني نحنا عايشين عايشين فينا نغيق فينا نقول ما بقى بدنا نعيش نفل شوية نرجع نجي بس تظبط الامور لا ما نحنا عايشين عايشين طب ليه انا بداعيش انا ومقهورة ومهمومة وعم بحثوا بالاسوأ وليه ما بفكر انه هاو سنين عم يمرقوا ساعات عم يمرقوا دقايق عم يمرقوا انا هم عصبهم واذا عصبت ما رح يتحسن يعني ما في شي بيتحسن فلا هيك يعني دايما بكل شي غلط وهي عن جد يمكن كل واحد جواته عنده اياها بس حسب الدهكة بفلفش جواته بكل شي بشع وكل شي قاس وكل شي غلط من عيشه ما تصدق إلا ما في نقطة حلوة وهي دايما تعولي علي مية بالمية حتى بالاشياء السلبية مفروض ناخد الاجابة منها بكل شي كل السلبة اللي صار كان عنده كتير اجيبيات وانا بعتقد ما شفت غيرها وبعتقد كل اللي كنا نسمعها من خلال برنامجيك طبعا الميلاد مع دانيال عن جد بيبين قداء اللبنانية بيحبوا بعضهم صح يمكن هيدا منقول انه سجلنا هدف واهم هدف أصدق بيين 快 الناس هدف rect يعني أنا ما بذكر قبل سنة كنا في قارب الأعياد وكانت حالتنا بTalk مية بالمية دايما كان في حاجة دايما كان في فقر دايما كان في ناس جهاني دايما كان في عمر عزرا على كلمة جهاني ما بقصد بقصد انه مش قادرة تدفع دايما كان في ناس مش قادرة تدفع سنداتها وفواتيرها دايما كنا نشوف ناس تهتم ببعضها بس صدقين مش قد نسبة اهتمام الناس ببعضها هيدا السنة صحيح يعني هيدا اللهفة للكل اليوم عملوا بيج على السوشال ميديا لحتى يحطوا كل امكانياتهم ويجمعوا ويروحوا ياخدوا لعيال ياخدوا لمحتاجين هيدا ما كانت تنعمل قبل يعني أنا اللي بدي أقوله أنه هيدا المشكلة اللي نحنا عشناها بلبنان هيدا الشي اللي فرجونا يا أهل السلطة قديش هن قمع ومجرديننا من اشياء كتير اللي قلنا خلتنا يمكن نتكاتف على بعضنا ونحب بعضنا أكتر لأنه بالآخر ما قلنا إلا بعضنا وهيدا يلي تبين ان كان من خلال الناس يلي بتتصل هيك صح اوت اوف نور أنا عندي بدي أقدم بيمرقل عنا على الإزاعة ما بخبرك فاعلي الخير قديش هنك تار خطر خير قلنا بيمرقل هيدا المبلغ انتو بتعرفوا لمين تعطوه هيدا مواد غذائية هيدا أدوية والله عدد كتير كبير من الناس الناس بتحب بعضها هددتهم بسطي دانيا كتير بس عن جد تحسي أنه هيدا المطلوب أصلا هيدا اللي نحنا ونحنا بعتقد إذا تركونا هيك نحنا مع بعضنا نتعايش مع بعضنا ونسيح بعضنا نحنا مجنن مع بعضنا نحنا كتير مناح منكون مش بس عم نحكي عن أدوية وأغذية ومصاري في كتير شباب أطبة عم بيقدموا إمكاناتنا مستشفيات حتى هلأ في نهار عاملين في أيام ما رأي يعني مستشفى مثل ما هو بيعطيكي بنهار تفضلوا طاعوا شو بتكون فحصات شو بتكون صور هيدا هل روح الحلوة هلأ أنه نحنا بفترة الميلاد كنا أم برأيك رح بتكمل جيدة هالفترة يلا نحنا الأكيد الأكيد منه إن كان بفترة الميلاد أو مش بفترة الميلاد هيدا الشي موجود عند الناس في شي طلعوا بديك تسميه أنه فترة الميلاد طلعت لهم هيدا يلي جواته نعم كتير منيح بس أنه على القليلة موجود وكل واحد جواته تحرك عنده هيدا المشاعر وعن جد عطى من فلسل أرملة وحط من ذاته يعني في ناس حطت من إمكانياته يعني من مثلا يعني كنا بنعرف أنه ما كانوا عم يقدروا يسحبوا غير مبلغ معين من البنك يعني كل الناس بعتقد مثل بعضه هلأ عن جد صاروا أنه بطل فيه أنه شخص كتير معه شخص أقل كل نساروا معه شاء الله لابدل اللي ما معه مرتاح أكتر من اللي ما معه ببالو هيدا الشي اللي عن جد أحلى إيجابية كانت يمكان بنهاية هيدك السنة هلأ بدأنا بسنة الجديدة رايحين هلأ ما بنعرف لعيمتها هالأزمة يمكن تستمر يمكن تزيد يمكن تقل أكيد مفتوحة الأبواب على كل الاحتمالات صحيح كيف بنا نقلهم للناس عن جد بدمير مرؤون ممكن بظروف أصعب شوية أنا مثل ما كانوا عم يحكم متما منسمع أنه جاينا مجاعة جاينا جوع كيف دانيال بإيجابياتها رح تقدر كمان تضل تخلي الناس أنه هكي بيها التفاؤل لك لأنه نحنا ولا مرة كنا عايشين قلتا يعني هلأ من شوية نحنا ولا مرة كنا عايشين بيقوا نحنا ولا مرة كنا سويسرا الشرق نحنا نلقب بسويسرا الشرق مع كل الدمار اللي لبنان عاشوا شعب لبنان يلقب بأنه الشعب العيش بيجوا بياخدوا من عنا كل شي بياخدوا المودة بياخدوا الجمال بياخدوا شو بدون يعملوا كل شي بدون يطوروا بره بيجوا بياخدوا من لبنان بس نحنا ولا مرة كنا عايشين بهالسلام العام والسلام المطلق فكانت مشكلتنا على قدنا كبرت اليوم بس صدقين كل ما عم تكبر المشكلة كل ما اللبناني عم بيصمم بالزيادة لأنه ما بقى قادرين يقمعوا اليوم بعد ثورة 17 تشرين الشعب اللبناني بطل يرضى عملنا شغلة يا عمي هيدا بحد ذاته إنجاز كنا نضلنا نقول مين بيسترجى يتشكع فلان مين بي هيدا حدا بيشده طيب ما سمعنا مؤخرا سمعنا عن أسماء نحكت سمعنا عن أسماء رحت على القضاء فهيدا بحد ذاته إنجاز وهيدا اللبناني اللي وصل لهون ما انه مستعد يضحب ولا شي كرمال يرجع لورا اللي بدي يقوله إنه الأسوأ ما رح نصير بعد عنا بعد عنا صعوب عايشين على الأرض ما فينا أنه نعيش بالمورعيات بعد في صعوبة يمكن نوصل له عن جد وقت ما نقدر نلاقي اللقم لناكل بس أنا أكيد رح نضبر حالنا بالتكافل والتضامن باللبناني اللبناني بيعرف يحتال على هالحياة اللبناني بيعرف يسرق منا لحظات بيعرف يسرق منا أيام بيعرف يسرق منا لا يعيش لك مش لا يعيش ما بفتكر ما بفتكر حي الله إنسان حي الله إنسان برات لبنان بيعرف يدبر حاله بلا الإمكانيات الأولية اللي لبناني محروم منا فأنا بآمن باللبناني بديك تقليلي في شريحة كتير من الناس منخاف منا في شريحة كتير من الناس اليوم نخاف علي حتى في كمان ناس صارنا نخاف عليهم أي إنه بركة إنه مثلا يمكن بكرة الانتخابات على إنه كله الناطرين الانتخابات بكرة مثل مش صحيح أقله يا خيمة طبعا نعيش إنه بالأوهام صح أقله مش كلهم في قصم كتير كبير بطل بده في قصم كتير كبير عم بيقلهم إنه إحنا موجودين حسبولنا حساب وهذا الشيء اللي كتير واضح فلهيك بعدنا متأملي خير ورح ضلنا متأملي خير أساسا يعني يعني الخير يلي أنت حتتيب بوجك ويلي هو أبسط حقوقك نحنا عارفين إنه ما رح ناخده كله أكيد عارفين شوي شوي يعني إحنا نزلنا سقف توقعاتنا بس ما رح نقبل بالمشي القمع بس المرفوض ورح يضل مرفوض دانيال كنا بنعرف إنه كتير سفرات فتحوا أبوي بالهجرة على اللبنانية وعن جد ألاف العائلات هجروا صح للي هون يلي عن جد ناطرين على أبوي بالسفرات وشو بدنا نقله أنا بقول له نوعى تروحوا أنا كم لا يمكن أنا ببين أنا بوج بشوف علامات إنه إنه لكش عم تحكي قوعد في له قولك بيطلعوا معي الصبح أنا بعيطلون على هو بقول لهم يا مغتربين بيطلعوا ولا واحد مبسوط بيبكوا بيبكوا بسوصاً بهاي دي الفترة لأنه اللبناني بحب بلده لأنه اللبناني متعلق بأرضه يا عمي فيه شي ما بعف من عند ربنا فيه تعصب عند اللبناني مش مقبول عايشين برا آكلين نايمين شاربين حقوقون إذا ما بيشتغلوا الدولة بالتعيشون سأليلي إياهون سأليلي إياهون أنا بقدر أعرف لأن أنا عايشة تجربة أنا عندي أحد أولادي بأستراليا وعن جد أنه بيطلع جسمه بالطيارة بس عقل وروحه وقلبه وكل دقيقة على تواصل معنا أنه هون واللبناني ما بعرف ولا لبناني فلا برا إلا عن جد صار مبدع قدر يعطي لما بينتركهم مجال هون بلبنان يعطوا اللي عم يعطوه برا هيدا السؤال هيدا الوجع الكبير خاصة أنا هيدك ناري هيدك عايكي عم فكر أنه هلأ قال ليك الشباب إن كانوا بجامعاتهم أول اسمينهم هيدك صورت الشابين أنا بقلها وصلنا لهم قالت لهم يا أهلي أنا بحط حق عليكم كيف رديتوا بهاك وكيف قبلتوا بهاك وكيف ما انتفطتوا عهاك نحن ما بدنا نكون مثلكون وأنا بضم صوتي لصوتها بس نحن يا دانيال يعني أنا بقدر رحكي عن جيل الحرب نحن كنا ضاهرين من حرب ما كنا قادرين ما بقى عنا القوة إنه نرجع ننتفد كرمي لوليدنا وأنا كمان كل يوم باعتذر منهم بقلهم إنه حق علينا ومع حق الصبية لما قالت إنه حق على الأهل بس نحن عن جد يعرفوا إنه الحرب كتير بشعة مش كلمة مش كلمة هيده شي كتير صعب شي كتير بشع ما كنا حابين أبدا وكنا ديما نصلي إنه إن شاء الله يا رب على أيام أولادنا ما يعيشوا اللي عشنيه ولكن هلأ أصعب هيده اللي عم بصير أصعب من يلي عشنيه أنا بأمن إنه الحبل بده يشتد 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 هيده إذا ما كبرت ما بتصغر أكيد مثل كل شي بهذا الحياة بس إنه بدنا نكون شوي بالنا طويل صبرنا طويل نفكر للأبعد يعني اللي عملنا له هلأ إنجاز نزقف لحالنا لأنه اللي نعمل لليوم هو إنجاز ومعلاه بننطر بننطر بعد ما طول عمرنا ناطرين على القليل على القليل إسرنا ناطرين والخوف يلي كان هن زارعين وجواتنا بطل موجود مية بالمية دانيال خلان نرجع شوي على بروغراميك الصباحي نخبر أنه كيف إجعباليك مثلا بنهار تعلميهم جرامار تعلميهم ديكتات تعلميهم صيني تعلميهم لغات لكي بتعرفي شو؟ أنا دايماً بقول أحلى شي بحياتك بتعامله إنه ما يمره نهار بلا ما تتعلم شي يعني تخيل بتوصل آخر السنة معك 365 علمية 365 خبرية شي جديد يعني بحب بحب شو ما كانت هيك شو بيقوله بسيطة الفكرة أو الخبرية تتعلميها ودايماً بحب هيدا الساعة تكون يعني اللي عم يسمع يعرف شو عم بسيطة راكد 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 لأنه أنا والوقت هيد أنا ما عندي عدو بحياتي اللي هل نضال اللي عمش نضال اللي عمش نضال اللي عم نضال لا هو 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 بيتضامن مع الوقت ضد على كل لأنه عن جد هالتكامل يلي بينكن كتير مهم أيضاً بأنجاح الوقت خلينا نكفي كنتي يعني تقولي أنه بدي تعطيونك اليوم يعني بدي يعني بدي يستفيدوا من كل شي يعرفوا أقولك بالسياسة منفوت كل شي طب فلما هيكي أنه الصيني مهمة وفي كتير عالم بيحكوا صيني لا ونتعلم كم كلمة يعني أهم من اللغة الإنجليزية بعد شوي لأن لغة التجارة 100% وهي اللي عم تطغى كله من الصيني كتير صعبة الصيني مش كتير لا والله ما حفظيلك كم كلمة بالله طي نعم شوي شوي ماشي الحال يعني بتظلي كل الوقت عطتيون ما بدنا ننسى أنه حتى بنحكي بالدين بالصلاة دانيال في كتير أشخاص إذا بينتقدوك شو بتقليلهم بينتقدونا بسمعونا لأنه بتجيوب بتجيوب يعني بتجيوب دغري مثلا بتكوني عم تقرأ الانتقاد يعني شو بتكون لك أنا ما في شي ببرنامج جيم فلتر يعني بالعادي في مثلا ما بيسمعوا بويس ما بيقرؤ ما بيطلعوا تليفون أو أنا ما في شي أنا مثل ما أنا يعني أنا لا بتصنع ولا شي وبالعكس أنا أنا يمكن هيدا سر على جيحك هيدا هلأ بينتقدوني أكيد بدي أسمع وأكيد بدي أعرف وأكيد بدي أخذ هيدا الانتقاد هلأ بديك بيحبك هيدا ما بيعني يعني ما قلع إليها بالعكس انتقاد يعني تسمع تسمع يعني أصغى صح هوني مش إنه سمع لأ هيدا الفعل بعض أعمق من هيك فبحب أعرف شو انتا عدنا وأعرف إذا ما هو حق بغير مش غلط أني غير بس إذا ما ما هو حق مارسي أورفور يعني دغري مزبوطة بيجي جوابك عندي كهيك سرعة البديهة إنه بديئة هيدا سرعة البديهة بتورطني عفكرة مية بالمية كتير بتورطني بس ما قادر أغيرها لأنه أوقات بحط عساكر هيك على دماغي إنه أورو إيه فكرة بعدين بس أوقات لا خلص إنه آخر شي بحترم الهواء هيدا الريسك طبع المباشر على الهواء صح أنا بحترم المباشر بحترم المستمعين يلي عم بتوجهلهم وبعتبر حالي أنا مثلي مثلهم هل يجوز إنه حدا يسمعني هيك بس بنفس الوقت أنا ما بجمل جملتي يعني جملتي بخليها تكون مقبولة حتى لو ما رضيت هيدا الطرف يلي عم بتوجهله جملتي مقبولة ضمن حدود الاحترام واللياقة هيدا رأيه بيكون يعني ما بقدر ما أقول رأيه يعني مؤخرا أنا كنت عم بمشي بين الألغام كتير أنا من متابعينك وبعرف قدش صعب كانت عليك لأنه بعرف إنه كتار ناس بيسمعوا كل جواب مني كان ممكن يولع مية بالمية بفتكر بفتكر إنه نجحت ما طلع فيه يمكن ببعض الحلقات الليل كتير يلي كان رح يطلع اللغم لأنه آخر شي أنا مواطنة مثلي مثلكون وأنا عندي رأي يعني بالنتيجة أنا عندي رأي بس أنا الهوى ما بيحب ما بيسمع بفترلك طبعا أنا لأنه بحترني المستمعين ما خص يعني رأيي بقوله بها المساحة الصغيرة مش أكتر من هيك الهوى للكل الهوى للرأي والرأي الآخر هيدا اللي بيحترمه بس لهيك أوقات ما بجاوب بدون ما يكون مقتنها لأنه أنا هون مش لأعمل دبا مع المستمعين أنا هون لأسمعهم لهن أخد رأيهم وحط وأعرض كل وجوهات النظر بالنتيجة هاي الساعة بتعلمنا هيدا البحرص على إنه بنتعلم كل شي وإنت كوني رأيك دانيال قديش الانقصام كبير بالوضع السياسي كان عم نشوفه وقديش بالمقابل كلهم لأ بيرجعوا مثلا بيعطوا بيساعدوا كلهم بيلفوا على بعضهم ولو إنه من غير منطقة ولو ولو ما بيعرفوا ولو شي شو هل شو هل هيك الانفصام عند اللبناني إنه أوكي أنا لبناني إنسان بس بالسياسي ما تحكيني لأ ما بي أتخلق معك لك بدأي أقول لك شي تنكون كتير صريحين كتير صريحين اليوم اليوم إلا هلأ الجيل الجديد اليوم ما في حدا بيقلك أنا أبدا مني مسيح مش صحيح هيدا صح هيدا لبناني صح دايما بدي يكون بأعماءه فيه بس من بعد 17 تشرين كتار أكسه على هيدا يعني تقلك إنه أنا مثلا ما كنت شد مع جهة سياسية معي أنا أساسا قبل 17 تشرين أنت من زماني بتسمعي أنا اليوم ما عندي حدا ما بزقف له ما عندي حدا ما بهاجمه مية بالمية مين ما كان يكون طول عمري أصلا هيدا أصول النظام الديمقراطي إيه هيدا إذا كان نحنا منقول إنه نحنا 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 حق فما عندي يعني عوقات فيه زعيم أو فيه سياسة هلأ بطلت لبقلهم كلمة زعيم فيه سياسة يعني بيعمل بيعمل إنجاز مع أني أنا كنت ضد إنه قول طب ما هي واش بيتك لا أنا بدي أزقف لك بس أرجع أقول إخده بغير طريقة خليني أزقف لك عدو منك بركي بيتحمصوا شوي مثلا مثلا وهو ذاته إذا غلط بدي أقول بغلط صح من بعد 17 ما بقى إلي نفس حتى زقف له للي كنا نزقف له على إنجاز لأنه عن شرد هيك دغري بفرد نار كل شي نكسر صح يعني صرت تشوفي الأبيض أبيضه أسود أسود قبل متل ما قلتي يعني منجربني خدر ميضي شوي قبل كنا خايفين ما كنا عارفينهم بس مش مسترجعين نحكي ما حدا بيسترجع يطلع يعني حدا بيسترجع يطلع يدعي على رئيس وزراء سابق برأيك هلأ رح نشهد السنة لك بالنتيجة شهدنا كتير وملفات كتير يطلعوها من الجرور وبلشوا فيها بس مش هيدا اللي بدنا إياه كماشتوا حدا لقطوا حدا هل في اسم من يلي ذكرته إنه فاسد لحقتوه وحطيتوه مطرحه هيدا اللي بدنا إياه هل رجعتوا هيدا الأموال المنهوبة آه هيدا عطيتونا القرقان ما كل شي ما كل شي صار واضح عنا ما بقى شي مخبه بس هل بادرتو يعني اليوم بدنا مبادرات خلصنا حكي اليوم بدنا أفعل آمين إن شاء الله يا رب قد سألت الناس كبيرة فيك دانيال حتى كانوا يسلموك سنديتهم وطيرهم تعرفي إليت أنا كد دايما على الهواء أشكرهم أقول لهم بشكر يلي بعث السند بالمقام الأول لأنه أنت بتعرف أنت بتخلي حدا يعرف شو عنديك صندات شو عنديك دفوعات أكيد لا هيدا سرية وهيدا فيها نوع من الخجل وأنا بفهمهم وصدقيني كل ما يوصل لعنا حدا ليستلم من عيني من عيني هيك البودي لانجووج دغري بيفسر لك أعرف خجله حس بي خجله لبنين عنده إياها صح ولدرجة يفسروا يفسروا وأوقات يجربوا ما يفسروا ما يحكوا لأنهم ما لهم بالعادة يطلبوا أكيد أكيد قدرت كتير أنه نبعطوا لنا هيدا السندات وهيدا البرنامج اللي على فكرة لتشوفي بس أنه كيف تجيكي من عند ربنا ما بعرف هو هو بحط إيده معك لا يدبر هذا البرنامج ما كان رح يطلع وكان تعزي علي الدني أنه هالسينة ما ينعمل لأنه من الألفان وعشرة بين عمل بس كان معنا أنت دخلت أنت أنت بعتقد بلشت فيه بالعاد ما بفتكر فيه برنامج بعيد الميلاد بيدفع لك سندك في كتير بقدموا مساعدات ما بيدفع سند مكسور الفكرة بلشت من الألفان وعشرة وكان معنا سبونسور يجوا يعطونا مبلغ من المال أنا قصمه على هال من أول دي سابر لليلة العيد عند هالقدة كل حدا نشو سنده شو فيتورته وصدقيني خليتنا حلقون كمان بدي أقول مارسي كتير لأنه يضل لأنه يضل مش بس الصباح كمان بعد الظهور فبنصير كتير ندقق بكل سند بكل فتورة ليش كيف مين لحتى المبلغ يروح عن جد لما اطرحه لأنه هيدا أمانة عن جد هسني هسني سدقيني ربنا ربنا والله العظيم سلمو إياه هو بيستلم هيدا الكلمة اللي منقولها دايما عن جد سلموا كل شي طلعت بفكرة لأنه خلص اللي ما رح تثبت لأنه مين بدوا يعطينا يدفع لنا كاش يمكن يمكن بعد الظهر أحسن الوقت وبيقى مطرحه يعني طلع لأنه أنا الصبح كم بدي أعمله مش بمساري كم بدي أعمله بقصص معنوية أنه نتحدى بعض معنويا بس ليك طلع منه التحدي كتير مشكوري الأهل الفن يمكنك لازم أكتر شوي إياما أنا كمين هيك بس إسمعا أنه هل قد مبلغ يا الله بترقول أنا يريت أكتر شوي لكن لكون لكون ممصفة لكون أنه عن جد عادلة وضميرة أحكي أنا اللي اقترحت المليون ليرة برافو لأنه يعني ولو هن فنانين ولو هيك وأنا يعني في خجل حسيت بطلبي أنه في مليون لندفع على السندات والفوتير للناس شو صعبة عم تطلبي لغيرك عم تطلبي شو حلوة هايدي سعادة حطولي إياها بقلب بلاكس أنا بدي أشكرهم لأنه محاولة إنه إنه أشعر بهايدا الشيء برافو برافو تكرت تروحي على تليفزيون دانيال مؤخرا من أول هي مرة ممكن قيلتها على هوا ما بعرف أنا على أساس أنا درسة صحافة إذاعة وتليفزيون صحافة مكتوبة وإذاعة وتليفزيون أنا ولا مرة بحياتك متخيل أنا أنا بشتغل بإذاعة مبوظ ممكن تحس أنه صوتي ما بحو حين بالعكس صوتي صوتي اللي بيجزو بأكتر شي ففتت على صوت الغد إنه أنا عبقى ونستعج كنت بعدني بخرجة جديد من الجامعة فتت أنا عبقى ونستعج وبعدني لهلأ بصوت الغد فكرت بالتليفزيون كذا مرة في مرتين كانوا تقريبا رح يصيروا جدية بس على آخر في أي عنوع بروغرامات توك شو لحد ما خلص قلت خلص وأخدتني الحياة وصرت سكريبت رايتر لعدد من البرامج لما بتكت ببرامج بتكوني بالإعداد بياخد منطقتك كثير وبرنامج الصباح بالإزاعة صحيح ووسيع بس بياخد مني مجهودك كثير كبير لأ إنه ما في ولا دي أفراغ يعني عم تحكي مثل ما قلتك كل الشي كل الإشار وكل يوم بيومه يعني عنديك تحدي عبتدار دائما مية بالمية يعني كل نهار عم تحدي ما فيك تقفي ولا خبر يعني منكم ما سمعنا بالخبر منسمعوا منك بالأول تقليك سر أنا كتير مقدماتي بكون ابعتهم منك خيلش يلا مرسي على الإعداد الجيد للأخبار يلي يلي عم ياخد كتير فكرة من وقتك قابلين عن عائلتك شوي لأنه مبقى معناها كيف أنت بقليك نيضال يلا معك دي عائلتنا عائلتي عندي بنوتين بنت عمرة جوي 13 سنة مارية عمرة 9 سنين أكيد بحبوني كتير أكيد هنه بتمنى أن يكون عم ربيهم صح بتمنى أن يكون مثال قدامهم لأنه آخر شي بحب يشوفوني شو عم بعمل بس حب يكونوا هن كل واحدة هي تبق بجواتها شو بدتوني بفكروا يعملوا مثلي يروفا بجربوا تنيناتهم بجربوا يقلدوا بمطرح بنتك تتسجل دعايات برابو بجربوا هيك عندهم محاولات عم تركتهم هن شو بدهم بيعملوا فاتحة خير على كل الناس على كل الناس عن جد اللي في لبنان واللي بره لبنان اللي إجوا بفرصة العيد وفلوا الغصة بقلبهم صح إن شاء الله نرجع هلأ يعني قريبا شويتين بعد شوية من أولا نتنفسنا ويرجعوا هاي الصيفية يلاقوا أنه الأوضاع عن جد فرقت كتير كتير بين فرصة عيد الميلاد وبين فرصة الصيفية شو منقلوا للبنانية دانيال آخر كلمة بدي أقلهم مثل معال جبران خليل جبران ولا مرة حياتنا نعيشها بدون محن وبدون صعاب حليها مش كلوا بلايهم يعني صح وأوقاتنا كلها بدأ تكون هيك ما فينا نوقف الحياة ما فينا نوقف ما فينا نغير مسار الأيام الساعة إذا وقفت مش يعني الوقف الوقت انتهى لأ بدأتظلا نكملة فخلينا نكمل بقوة خلينا نكمل ولو قعنا هاي دي هي الحياة ما رح تقدملك شي على الهيين أبدا بدأت عزبك وتعزبك وتعزبك بدأت تمشيكي على الشوك لتقدري وتوقع آلاف المرات لحتى تقدري توصل إلى المطرح يلي أنت حط عينك عليه خلي عينكونا على هيدا المطرح طريقنا من كله ورد فيه شوك بس نحنا نعرف كيف ندعس على الشوك ندعس علي ونكمل مش نخاف إن شاء الله يا رب كل الناس ياخدوا هالعبرة لأنه في كتير ناس من أول وقعة ما بيعودوا يقوموا دايما منقلهم أنه تكلوا على الله وفي كتير دايما طلحوا ولكن فيه أشخاص قادرين يساعدوكم أنه ترجعوا تقوموا ويمكن أهم شي واحد يتكلع حاله لأنه حاله هو حاله وعلى رب ويمشي ويمشي أنا بدأ أشكرك بس قبل أنا بدأ أشكرك بدأ أشكرك عليك كتير بشكرك على هالعنجد تكونوا هيك تنصطين لهالبرنامج اللي عنجد منقلبي شكرا لك ما فينا ما فينا ما نقدر الشخص اللي عنجد عم ينقل كل شي ثقافة اللي كتير مهم الثقافة يعني دايما منقول أنه مش مهم العلم المهم الثقافة أيضا وبنفس الوقت بيها الإيجابية شكرا لك دانيا شكرا وكل سنة وإنتوا بألف خير وللأحسن يا رب أمين يا رب وأنت وعائلتي كمينا وكل محبينك مشاهدينا برايكم نكمل معكم